وينضم إلينا من واكشوت الباحث السياسي والاستراتيجية الشيخ ويلد محمد حرمى أهلا بك أستاذ حرمى عبر اسكاينيس عربية اليوم ما أهمية عودة هذا الشريان الحيوي الهام بين المغرب وموريتانيا ومن المستفيد الأكبر وتحديدا الاقتصاد الموريتاني شكرا جزيلا أعتقد أن أهمية هذا المعبر هي أولا وبدرجة الأولى أهمية اقتصادية لأن نحن نعلم أن هذا المعبر يربط موريتانيا بالمغرب ولكن أيضا يربط المغرب بعدد كبير من دول إفريقيا جنوب الصحراء نسبة كبيرة من صادرات المغرب الفلاحية تمر عبر هذا المعبر الحجم الاقتصادي أو النفوذ الاقتصادي المغربي في دول إفريقيا جنوب الصحراء الذي تزايد كثيرا خلال السنوات الأخيرة يعتمد بنسبة كبيرة على هذا المعبر أي أن هذا المعبر مهم جدا من الناحية الاقتصادية وطبعا بالنسبة للموريتانيين يشكل معبر حيوي جدا وهذا طبعا لاحظناه أو تم رمسه بشكل كبير خلال الأيام الماضية التي قضاها هذا المعبر المغلق عندما لاحظنا أن أغلب أسواق موريتانيا تأثرت بإغلاق المعبر خاصة أسواق الخضار والمنتجات الفلاحية لاحظنا أيضا أن شركات السمك التي كانت مصدر السمك الموريتاني إلى الأسواق الأوروبية عبر المغرب تأثرت كثيرا عدد كبير من المصانع الموريتانية التي تعتمد في موادها الأولية على ما يستورد من المغرب هذه المصانع أيضا تأثرت بإغلاقه أي أنه معبر حيوي جدا من ناحية الاقتصادية بالنسبة لموريتانيا وبالنسبة أيضا لبعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء التي بدأت تعتمد على الصادرات المغربية سواء كانت منتجات فلاحية أو صناعية أو بضايع أو سلع مختلفة مدينة وذيبو العاصمة الاقتصادية اليوم عندما تستعيد هذا النشاط الاقتصادي تحدث عن سوق الأسماك الأكبر أيضا هناك يد عاملة بالألاف اليوم تستعيد عملها إعادة هذا الشريان الحيوي ماذا يضمن لموريتانيا؟ هو الأكيد أن المدينة تنواذيبو التي تبعد عشرات كيلو متر على قرابة خمسين كيلو متر من هذا المعبر تأثرت أكثر من غيرها بإغلاقه هذه المدينة التي هي العاصمة الاقتصادية لموريتانيا يوجد فيها الميناء المعدني الذي تصدر منه خامات الحديد الموريتاني ما يعني أن ذيقل الشركة الوطنية للصناع والمناجم شركة تسنيم التي هي العمود الفقر للاقتصاد ذيقل هذه الشركة يوجد في مدينة تنواذيبو ما يعني طبقة وسطة عمالية كبيرة توجد في هذه المدينة هناك أيضا قطاع الصيد قطاع صناعات المرتبطة به هذا يوجد يتركز في هذه المدينة وهذا طبعا يعزز حضور الطبقة الوسطى في مدينة تنواذيبو هناك أيضا شركات كبيرة مهمة كل هذا يخلق سوق كبير هذا السوق تم خنقه بإغلاق المعبر معبر القرقلات وبالتالي منذ أنفتح المعبر أي منذ تقريبا 24 ساعة أكثر من 24 ساعة بدأت السوق تتنفس ما لاحظته وما رصدته من معلومات والدة من مدينة تنواذيبو تقول أن السوق بدأ ينتعيش منذ أن عادت الشاحنات المغربية منذ أن عادت الصادرات وعادت تبادل التجاري والاقتصادي ما بين المغرب وموريتانيا أنه بدأ حراك في السوق التجار بدأت تعرض البضايع المغربية التي وصلت إلى السوق منذ الساعات الأولى من فجر اليوم هناك الحديث عن بداية الأرقام أن هناك أكثر من 200 شاحنة عبرت المعبر الحدودي طبعا مؤمنة من طرف الجيش المغربي الذي أقام حزام أمني في المنطقة العازلة من أجل تأمين هذه الحركات التجارية كل هذا طبعا يكشف حجم التبادل التجاري الحاصل ما بين المغرب وموريتانيا أيضا بالإضافة إلى نواذب هناك العاصمة نواكشوت لمسناه اليوم ونحن نتجول في الأسواق هنا هو أن هناك اغتياحا لعادة فتح المعبر هناك رغبة لدى الموريتانيين وأغلبهم من التجار في تفادي حدوث صدامات أو خلافات سياسية قد تؤدي إلى إغلاق المعبر في المستقبل الجميع هنا يتحدث عن ضرورة تفادي تصعيد العسكري وتصعيد الأمني وأن ضرورة بالتوافق تماشي مع الموقف الموريتاني المحايد في هذه النزاع أن الجبهة البوليساريو والمغربي يجب أن توصل إلى حل ينهي هذه الأزمة التي استمرت لعدة عقود وتعيق بشكل كبير مضوح الدور الموريتاني ولكن هناك مخاوف حقيقية مما أسميته استفزازات أمنية أو عسكرية الضمنات التي تم الحصول عليها اليوم والتعززات العسكرية التي أيضا قام بها أو ضمن بها أو قوات العسكرية المغربية هذه المنطقة الحدودية ربما أيضا في الجهة المقابلة من الحدود على أعين أيضا القوات العسكرية الموريتانية تم عبور هذه القوافل الأولى بعد إعادة هذا الشريان هو المؤكد أن منطقة القرقلات هذه المنطقة الشريط الحدودي الذي كان فيه منطقة عازلة من زوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 أن هذه المنطقة الآن أصبحت مؤمنة بشكل تام الجيش المغربي موجود هناك قوات حفظ السلام الأممية أي بعثة المينورسوت وراقب الوضع أيضا الجيش الموريتاني موجود على الحدود الموريتانية لم يتجاوز الحدود الموريتانية لأن موريتانيا تلتزم الحياد ولكن أمن الحدود الموريتانية منع تسلل أي عناصر ومهمته هي الحفاظ على المصالح الموريتانية ولكن أعتقد أنه مستقبلا يجب العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تفادي حدوث احتكاكات سواء في منطقة القرقلات أو في مناطق أخرى من الجدار الأمني العازل الذي تقيمه القوات المغربية منذ عدة عقود من أجل تأمين الأقالم الصحراوية هذا هو المنح الذي يتحدث عنه الموريتانيون وطبعا نحن تابعنا خلال الأيام الماضية أن موريتانيا تقود جهود دبلوماسية أو وساطة من أجل تهدئة الوضع هناك أيضا جهود تقوم بها الأمم المتحدة واتصالات قام بها الأمين العام الأمم المتحدة أعتقد أن كل هذه الجهود يجب أن تقود إلى تهدئة لأن ما يخشى الجميع هنا في موريتانيا أو في نواكشوت هو أن تنزلق الأمور نحو مواجهة عسكرية أعتقد أنها لن تكون في مصلحة أحد أشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي والاستراتيجي الشيخ ولد محمد حرماك وتمعنا مباشرة من سدهات سكاينيوز عربية في العاصمة الموريتانيا نواكشوت